موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم همسايا نناقش في حلقة هذا الأسبوع التوغل الإيراني الذي بدأ منذ ثورة إيران عام 1979 ميلادية ومن ذلك التوسع في دول القارة الأفريقية ومن بينها جمهورية السودان التي اعتبرها النظام الإيراني البوابة المهمة للدخول إلى القارة والتوسع فيها ومحاولة زرع خلاياه ونشر أديولوجيته المزيد في تقريرنا التالي نتابع ثم نعود لا زال النظام الإيراني منذ ثورته عام 1979 للميلاد وهو يتخذ استراتيجية التوغل في دول المنطقة والعمل بخفية وسرية وكان اهتمام إيران البالغ بالقارة الأفريقية نظرا لموقعها الاستراتيجي وإطلالتها على المعابر المائية واستخدامها كعمق استراتيجي له تعتبر السودان بالغة الأهمية للنظام الإيراني وذلك بسبب الموقع الجيوسياسي الذي تتمتع به فيتعد البوابة الرئيسة للدول العربية في شمال أفريقيا ومنفذا إلى بقية دول القارة التي كانت ولا زالت تشهد نشاطا توغليا من النظام الإيراني النظام الإيراني استغل الوقت المناسب تزامنا مع الأحداث السياسية التي طرأت على الساحة السودانية في نهاية الثمانينات من القرن العشرين وبدأ بوضع قدمه الأولى على الأراضي السودانية عبر إنشاء عدة مراكز ثقافية تابعة له وإقامة نموذجا يحاكي الثورة الإيرانية داخل السودان ومن ثم ترحيلها لمناطق أخرى من الشرق الأوسط والقارة الأفريقية الأمر الذي اعتبره البعض أنه محاكا لدور الخميني في المنطقة ركزوا على الطلاب ركزوا على الأطباء ركزوا على الصحفيين ركزوا على بعض فئات المجتمع على الطوائف الدينية وبزلوا نوع من الإغراءات إغراءات مالية منح دراسية محاولة لصياغة الفتنة الكبرى خلقوا شيء من التأثير تزايد النشاط الإيراني في السودان شيئا فشيئا عبر المركز الثقافي الذي يمارس دورا سياسيا توغلي بعيدا عن الثقافة والذي ينظم رحلات سنوية للسودانيين لزيارة إيران فما كان من الحكومة السودانية إلا مواجهة ذلك التوغل الذي بدأ ينهش في لحمة الشعب السوداني ووحدته وإصدار قرار بإغلاق جميع المراكز الثقافية الإيرانية على الأراضي السودانية واستدعاء القنصر العام في سفارة الإيرانية بالخرطوم وإبلاغه بالقرار وضرورة مغادرة العاملين في تلك المراكز خلال 72 ساعة ربنا سبحانه وتعالى نجانا من هذا الفكر الخبيث من ناحية أسكرية أن الدولة تصدت له وأوقفوا هذا العبث وأوقفوا هذه المسألة قبل ساعة السفر وهي ساعة السفر أنهما يكون عندهم جيش ويكون لهم قوات ويكون لهم تنظيم وبعد كده يكونوا شنو يشكلوا فتنة طائفي أو خطر عقائدي بالنسبة أو خطر عسكري خطر أمني في المنطقة ولم يكن ذلك القرار هو الوحيد بل اتخذت السودان خطوة أخرى ضد التوغل الإيراني وإغلاق مؤسسة سودانية في قلب العاصمة الإيرانية طهران رغبة في تجفيف جميع مصادر التأثير الثقافي والتعليمي والسياسي وإغلاق الأبواب أمام هذا التوغل الإيراني وإكمالا لسلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة السودانية تجاه سياسات إيران قامت بعد أحداث الاعتداء التي شهدتها سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في طهران ومشهد بطرد السفير الإيراني وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإدانتها لتلك الاعتداءات وإهمال السلطات الإيرانية بالإضافة إلى إدانة تدخلات النظام الإيراني في المنطقة عبر نهج طائفي وتضامنها مع شقيقتها المملكة العربية السعودية في مواجهتها للإرهاب وتنفيذ الإجراءات الرادعة له ولمناقشة قضيتنا ينضم معنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عز الدين عمر موسى العضو هي تدريس وكلية العلوم الاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أهلا بكم يا دكتور عز الدين في برنامج همساية وبداية ربما السؤال الأهم هو لماذا السودان تحديداً لماذا اختارت إيران السودان دون غيرها من الدول الأفريقية كما تعلم أخي الكريم وشكراً على السانحة هذه لتوضح بعض البسائل أقول أن السودان فيه حركة فكرية إسلامية مختلفة عن بقية العالم العربي والعالم الإسلامي لأنها كانت حركة الشباب وتطورت واصبع عندها رؤى فكرية أيديولوجية بعد أن باعاً حركة الإقوان المسلمي لحد كبير واصبحت حركة إسلامية مستقلة بذاتها وحصلت انتشار يعني لها بين الشباب انتشار واسع قبل أن تقوم الثورة الإيرانية سنة 79 الثورة الإيرانية محرك لها في علاقتها بالآخرين كما تعلم الرؤية الاستراتيجية لإيران أولاً مسألة تصدير الثورة واحد اثنين مسألة تحضير العالم لمجيء المهدي المنتظر وثالثاً القضية الاقتصادية والعسكرية من هذا الباب السودان تربى خصبة لهم وخاصة أن السودانين بطبعهم تسائر إفريقيا والمغرب عندهم حبل آل البيت عظيم فلذلك المدخل من هذا الباب يمكن أن يرجوا منهم أو ظنوا ولا سيما في التصوف بأن لبعض المتصوف الذين يظنون أنهم من آل البيت أيضاً فالدخول من باب التصوف وكما تعلم أن التصوف الفكر الشيعي المتطرف والتصوف المتطرف كلاهما نبعاء من منبع واحد وشراف درب واحد هذه عوامل متعددة ولا تنسى الموقع الاستراتيجي للسودان أولاً كمدخل لمصر لأنهم يريدون لمصر على احتبار أنها كانت هي القاعدة بتاعت الدولة الشيعية الفاطمية القديمة اثنين عن مسألة فلسطين ومسألة حماس بالذات وكان في نوع من التعاون بين الاثنين المسألة الثالثة ودي الأهم هي أن السودان يعتبر بوابة إلى إفريقيا لنوبة الصحراء صحيح فدي كل عوامل خلتوا يركجوا على السودان ممتاز جداً إضافة إلى الأمق الاستراتيجي السوداني بالنسبة لتهديد المملكة إن حدث خاصة قرب المسافة قرب المسافة من بورسودان إلى سعودية إلى جد إلى جد وجد هي تحتبر يعني في كل سنة نصف عام منها القيادة كلها موجودة في جد صحيح حسنت طيب دكتور كيف بدأت فكرة تأسيس المراكز الثقافية الإيرانية بين المزدوجين الثقافية التي من خلالها توغل الإيرانيون في الداخل السوداني وبنوا الحسينيات وبنوا المراكز وجدبوا بين المزدوجين أيضاً الأتباع أنا أفتكر أنه بنفسه شيء مهم نعم أن حركة الإنغاز في بدايته أيضاً لازم ننظرها في فترتين وقترفتين صحيح الإنغاز في فترة الأولى نعم كانت محتاجة لإيران نعم وكانت معزولة وتريد من يدعمها مادياً لمشاريع التنموية وتريد أهم من ذلك من يدعمها عسكرياً صحيح وهي في حال كانت في الجنوب وظل أن ذلك يأتي من باب إيران ولكن كما تعلم أن المسألة لم تأتي الرياح بما يشتهى السفين لكن هذا المناخ الأولى في حركة الإنغاز الأولى بإضافة للمناخ الذي ذكر نوعه قبل قليل وعاملتنا فكامل السهل جداً أن يدخلوا من باب البعثات الدراسية الدراسية في إيران المحاضرات الدعوة للمحاضرات المشتركة الدعوة إلى توحيد أهل القبلة نعم شعار براق وجميل شعار براق الدعوة إلى مواجهة إسرائيل وهم لم يواجهوا طبعاً لكن الدعوة اللعبة على المشاعر نعم المسألة الثالثة هي مسألة زي ما قلنا قبل قليل مسألة أهل البيت وحبهم حسنا فمن هنا يعني البعثات والمحاضرات أدت إلى تكوين المراكزة الثقافية مش في القرطون بس بالمناسبة في عدد من الأعواصم الولايات عندنا واحد بل بالعكس يعني ذهو إلى بعد من ذلك إلى تأسيس حسينيات في المناطق الطرفية فيها النزاع بالذات ينبكر دفان اسم السبب المهم جداً لماذا هذه المناطق تحديداً؟ المناطق لأنه أولاً فيها فقر شديد مدأسرة بالحرب تلاتة لا يلين أي رعاية أربعة ذي ما قلت لك أنه القضية بتاعة المدخل الممكن يدخل به نعم موديل جميعاً من الأنصار أنصار المهدي نعم والمهدية فكرتها أساسية فكرة المهدي هي عودة المهدي المنتظر نعم طيب دكتور أنت شرتي لهذا بشكل مختصر وهو قضية ربما استغلال المستوى المعيشي في بعض الولايات والمدن في السودان هل هذا أحد الأسباب؟ هل هو تشيع ديني أو تشيع عقدي أم تشيع سياسي عندما استغلوا بعض الفقراء والمعوزين في السودان؟ السيدي كما تعلم ويعلم الناس جمعين الدارسين لحركة المزاهب الإسلامية أن هذه المزاهب بدأ السياسية وانقلبت إلى عقدية نفس الشيء التبشير النصراني يدخل من باب الخدمات الصحية الخدمات الاقتصادية وينتهي إلى المعدد الديني لا يبتدون بالبعد الديني الناس لهذه الأشياء يأتي لاحق لكن الشيء الذي يلاحظ أن إيران يبدو أن ما كانت تبحث عن نشر الإسلام وإلا كانت تنشر في الملاطق غير السنة وغير الإسلامية وغير الإسلامية لكن كانت تبحث عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية في تصدير الثورة وفي تجهيز الأرض لظفر الإمام المطور نعم وضع جدا طيب دكتور هل لديك رقم محدد ربما تعرفه عن قضية الحسينيات التي تم تأسيسها تحديدا وأماكنها بشكل والأتباع أيضا الذين حاولت إيران استقطابهم في السودان لا أولا أو أنه صعب الأرقام صعبة لكن في المؤشرات لذلك يعني مثلا عندنا منطقة في قلب البطانة قريبة من الخرطوب منطقة أبو قرون واحدة عندنا جماعة من أولاد الشيخ هو قرون واحدة من الأم اتبعوا هذا المسهب بل جعلوا موقعهم فيه اقتصادي وجغيرهم موجود في عمان في الأمدن وهنا يغسوا هذه الأشياء عندنا زي ما قلت لك في جنوب جنوب كردوفان بالذات وهي منطقة نزاع الآن هذه المنطقة زي ما قلت لكية منطقة محتاجة ماديا كانت نتيجة لهذه الحروب ومحتاجة روحيا وبعدين هذا التوافق بين وسائل المهدية التي كان يحتلقونها أصحاب هذه وأنا فيما علمت أنه يكاد يكون ما لا يقل بعض الإخوان الذار المنطقة يقول الأقل شافوا 15 حسينية 15 حسينية على الأقل تقدير هذه الجماعة السودانيين وجمع من أخوان السعودين للدعاء الذين يذهبون لهذه المناطق طيب ماذا عن يا دكتورة عن الرحلات العلمية أيضا أو البعثات الدراسية المنح الدراسية التي تقدمها إيران لبعض الطلاب السودانيين التي تختارهم بعناية ثم تبعثهم سواء إلى طهران أو إلى قم أو بعض الهدن الإيراني أخرى لأدلجتهم وإعادتهم إلى الداخل السوداني فإلا هذه الحادثة الآن يعني بمعنى أن يكونوا يتخيرون مجموعة الأطباء مجموعة العلماء الدين مجموعة المثقفين ودي الثلاثة مجالات أو مجالة مجال الذين لم يجدوا مكانا في الجامعات أو لم يستطيعوا أن يدخل الجامعات لأسباب اقتصادية هذه المنوعة الأربعة بيخدموا إلى إيران وإلما يجوا واحد متخرج من إيران سواء كانت التشفع مباشرة أو غير مباشرة الذي لا يسببه إلا قم واضح التوجيسي لكن الذين يسهمون إلى طهران تخصصات علمية ليس بالضرورة لكن يجبوا الشبعين بهذا الروح وشيء طبيعي يعني إذا ما نحلم مكان الطلاب في جيننا إحنا يعني في الخمسينات من العام الماضي الذين يسهمون إلى مصر أغلبية يجبوا أدلجين بالفكرة المحدة وإذنين منها أو بالأفكار التي بدت في مصر تصار ولكن في إيران يتم أدلجتهم يهداف إيران تحديدا أنا عندي واحد قريبي يعني عندي واحد قريبي يعني من قريتنا قرية اسمها شنبات تالية ضحي من ضوحي قرطم بحري يعني من أميذ الأولاد فجأة اللي قلناه أنه تبع الجماعة دي ومبدود الآن في الأردن طيب فيه دكتور عدد تقريبي لمن تم حاولت إيران استقطابهم في السودان بشكل أو بآخر طبعا ما في الأعداد دي ما فيها كيه التأثير واضح طبعا التأثير ولو تركوا لكن الخطر أكبر الخطر كان أكبر لأنه كان في بدايات المسألة لأنه في البداية كان همه واستقطاب النظام وفشلوا في ذلك يعني استقطاب النظام فشلوا الأسباب مختلفة ومتعددة لكن بعد كده اتجهوا للمسألة التجنيد تجنيد الناس وحجدهم لتأييد الفكرة الإيرانية وده زي ما تعرف أنه العدد ما كان كبير لكن ممكن أن يكون بين العام إذا تركت المجال يكون واسع وهذا يقودنا إلى فعلا قرار الحكومة السودانية الحكيم جدا والذي استشعر الخطر التدخلات الإيرانية ثم قرر وأعلنته وزارة الخارجية كما شهدنا في التقرير بقضية إغلاق جميع المراكز الثقافية الإيرانية وإيضا منح فترة بسيطة جدا للملحق الثقافي وبعض أعضاء الملحقية الثقافية لمغادرة السودان كيف تقرأ هذا القرار؟ هذا القرار أنا لا أفتكر جاء في وقته لماذا؟ لأنه حدث تغير في مناخ الفكر في النظام السوداني نفسه في البداية النظام السوداني كان بعيد نفسه ثورة تحتذى ويريد أن يصدر ثورة مثل هؤلاء مثل إيران ولكن القضية أصبحت إيران خطر ليس عليه وحده تشوف أنه خطر على العالم العربي كله الحكاية دي حدثت بعد الدعم الإيراني الواسع لحزب الله الدعم الإيراني الواسع لنظام السوري الدعم الإيراني الواسع للنظام العراقي الذي أصبح الشيعة هم المسيطين على الحقوق وأتباع إيران تحديداً وأتباع إيران بالذات يعني وبعدين موضوع الحوسيين فبقى أنه القضية أمام النظام السوداني واضحة أنه يعني المسألة ليست تكافل وتكامل بين النظامين وإنما معناها في سعب يكون حسيس إلى تغيير النظام السوداني أو إبعاده عن أخوانه العرب نعم عن الموحيط الجغرافي سوف نتوقف يا قليل دكتور نتابع شاهدين الكرام التقرير لأبرز ما مبرده في وسائل الإعلام الناطق قبل الفارسية ثم نعود لاستكمال حديثنا مع الدكتور عز الدين موسيقى 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 مع ما ذكرته وكالة تسنيم للأنباء حول حقيقة إلغاء الرئيس الإيراني زيارته إلى النمسا لدواعي أمنية حتى ذكرت الوكالة أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اعتبر قرار إلغاء الزيارة كان صائبا وذلك بسبب رفض السلطات النمساوية إلغاء ترخيص المظاهرات المزمع قامتها أثناء زيارة روحاني والتي تنظمها المقاومة الإيرانية في فيينا وإلى صحيفة وطن أمروز والتي تحدثت عن زيادة في عدد الفقراء في إيران حتى ذكرت الصحيفة أن مركز الإحصاءات الإيراني نشر وثائق تدل على أن معدلات الفقر شهدت نسبة عالية في عهد الرئيس الحلي روحاني بالإضافة إلى سوء الوضع المعيش لهم إضافة إلى التفاوت الطبقي وعدم المساوات أما وكالة مهر للأنباء فقد نشرت تقريرا ذكرت فيه أن إحصائيات وزارة العمل تشير إلى أن أكثر من ثلاثة مليون وتسعمائة وواحد وستون ألف عائلة تسكن في المدن تعاني من أسوأ ظروف البطالة والعائلات التي لا يوجد بها موظفين كما يشير مركز الإحصاء في إيران إلى أن نسبة العائلات في المدن التي لا تملك موظفا ارتفع خلال الثلاث سنوات التي تلتها ليصل إلى 25.68% وننصف العاطلين عن العمل من خرج الجامعة وفي خفايا السجون الإيراني وما يحدث بداخلها نشر موقع السحام نيوز رسالة من رجل الدين حسين غلامي والمسجوم في سجن أيفين وجهها إلى محمد لاريجاني رئيس لجنة حقوق الإنسان في السلطة القضائية ذكر بعض السلبيات في سجن أيفين بأنه لا يسمح للمتهم بتوكيل محام ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يحق له أن يعترض على الحكم الصادر بحقه مضيفا بأنه في سجن أيفين تحدث جرائم وحشية لم تحدث في معتقى الجوانتانامو حيث يتم تقييد السجين ويجبر على تناول أدوية أو يحقن بجرعات منع ققير المهدية ونختتم تقريرنا مع موقع باريسينيو حيث ذكر بأن القوات البحرية السيرالينكية ألقت القبض على عشرة إيرانيين بعدما ضبط حمولة كبيرة من الهروين في إحدى العمليات الخاصة بهم وأكد المتحدث باسم القوات البحرية في سيرالينكا ضبط 101 كيلو جرام من الهروين من 11 شخص تم توقيفهم منهم باكستاني والباقي إيرانيين حيث قدرت قيمة هذه الحمولة بعشرة الملايين من الدولارات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد ونستكمل عزائي المشاهدين حوارنا مع الدكتور الأستاذ الدكتور عز الدين عمر موسى الأستاذ بكلية العلم الاستراتيجية في جامعة نايف العلوم الأمنية أهلا بكم الدكتور من جديد وحب ذا لو تحدثنا يا دكتور عن الموقف السودان ونحن استكمالا للجزء السابق موقف السودان الداعم للمملك العربية السعودية ودول الخليج خاصة عاصفة الحزم التحالف الإسلامي ضد الإرهاب راعد الشمال وكذلك قطع علاقات السودان مع إيران يبدو لي لابد في هذه القضايا لا يمكن أن تكون عفية ولا وليدة اللحظة ولا ينبقى أن ننظر إيها نظرة عاطفية ولا تبريرية الواقع في الأمن السودان بطبيعته دائما وقف على الأمم العربية دائما وأنا أدي أمثلة سريعة المثال الأول عبد الكريم قاسم مع الكويت السودان جاب قواته الدفاع على الكويت اثنين لبنان لما حصل فيها الحرب وطلبت جمع الدول العربية أن تقوم في هنا قوات للحظة الأملة في لبنان السودان كان فيها ثلاثة عندما هزبت الجوشة العربية سنة 67 وأرادوا أن يقوم هناك ساتر لمصر عند القناة الجيش السوداني كان هناك فإبقى إذن مسألة عاصفة الحزم ليس بجديدة لكن الجديد فيه هو الآتي واحد أن الحركة الإسلامية كوكل استفانت يبدو لي في أنه خطورة الموقف الإيراني القومي الإسن العنصري نعم صحيح واستقلال دي نقطة أولى وده مهد لشيء تاني أنه إيران فشلت أن تعمل مع السودان معاهدات واتفاقيات اقتصادية داعمة نصاديا من جهة وداحي ممنحة الأسلحة في حربها مقالنة بما قاله وزير الخارجية الأسبق مصطفى إسماعيل مصطفى إسماعيل قال أنه الاستثمارات الخليجية في السودان 30 مليار بيعين أنه الاستثمارات الإيرانية في السودان أقل من مليار نعم فإبقى أنه لا فائدة دينية ولا فائدة اقتصادية ولا فائدة عسكرية وبعده اكتشفوا نوايا إيران وخطر قومي وخطر على اللحوة السودانية في الداخل وخطر أيضا على المجتمع السوداني فجاءت القضية أنه ليست فجائية إذن نعم تاريخيا في داخل السودان ومرحليا اكتشفناه ولذلك كان عاصفة الحزب ودعمها الشديد المسألة هنا جاء استسألني أقول لي يعني ليش طيب ما طيب ليش السودان وقف هذه الوقفة الشديدة نعم لماذا نعم هل لأنها حوجة مادية من السودان طلاق لا ما أعتقد ليس هذا السودان من السودانيين بطبيعة أهل عفاف نعم لا شك ويعيشون في الكفافة ولا يستذلون أنفسهم للآخرين صحيح هذا الصح فلا يمكن أن يفعل ذلك إنسان عشان فلوس من أي فلوس نعم أو دعم اقتصادي نريد أن نستثمر الوقت معك ربما سؤال الأخير الدكتور وهو عن الموقف الشعبي في السودان سواء انتجاه التهديدات الإيرانية للمنطقة أو كذلك لما يتعلق بتدخلات الإيرانية في الداخل السوداني تحديدا أنا أختصر إليك في دائما أنا في التاريخ الإسلامي أقول دراسة النقطة قد تكشف جواني كثير على الحيوات والجوات المجتمع في السودان الحادث ده أنا ألخصه فيه نقطة واحدة مطلقت بين الناس وهي يقولون يعني يقولون للبشير أول ما البشير رئيس البشير آه الرئيس قالوا له أنه عاصفة الحزم قالوا من زمان أنت ماشي في الطريق الغير معبد يا داب الحين حتى وصلت للطريق السليم باللهية السودانية من زمان سيقنا في الدك داك الدك داك داك دا الشارع الغير معبد والآن طلعت إلى الظلط الظلط هو الشارع الشارع المعبد طريق محمد يعني يعني نتجاه التوجه الصحيح والسليم دا يدول على أن الشعب السوداني هذه النقطة تدول على أن الشعب السوداني نضرط إلى هذه السياسة التي اتبعت حكومة السودان بقيادة الرئيس البشير إن لها الشعب وداعم لها بالضبط أنا أفتكر وهذه قراءة سودانية يعني الشعبية السودانية عهدناها على المجتمع السوداني وعلى الحكومة السودانية نعم إلى هنا مشاهدي الكرام نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة ولا ننسى أن نشكر الدكتور عز الدين موسى على حضوري لهذه الحلقة ولا تنسوا مشاهدينا الكرام متابعة حساب البرنامج على تويتر دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا دكتور أهلا وسلم شكرا لبرنامج وحكرا لقنا أهلا يا دكتور شكرا لقنا شكرا لقنا شكرا لقنا اشتركوا في القناة